السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس 12 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر لآخر يوم موجود في برج العذراء اليوم في عنا انتقال المريخ وأيضا عنا اليوم خلو مسار القمر اليوم موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و22 دقيقة من بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني طيلة اليوم القمر موجود في منزلة السماك الأعزل ولكن أول 22 دقيقة من يوم الجمعة بنتقل لمنزلة الغفر طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته اليوم بينضل على طبيعتنا الجادة أكثر يعني منول المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو البدء بنظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا على الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بنشاط أكثر وحيوية منركز في جميع التفاصيل مندقق في كل التفاصيل أيضا منكون يعني منظمين جدا الناس اللي حوالينا في الفترة هاي نادرا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأنه العنصر العملي هو اللي بيسيطر على حياتنا في هاي الفترة فعشان هيك ما في فراغ للعواطف احذروا من الأوهام والوسواس بالفترة هاي لأنها تكثر أكثر هاي أفضل فترة للتخلص من أمور إلى أعلاقة يعني بأشياء سيئة زي التدخين وشرب الكحول والمهدئات والمخدرات برضو جيد إلى الأشخاص اللي بيحبوا الحيوانات الأليفة أو قراءة كتب أو اللي بدهم يبدأوا بعمل جديد برضو ممتاز هاي الفترة لتعزيز العلاقة بالزيارات أو المساعدات أو المشورات ما بينكم بين زملائكم بالعمل وأيضاً للمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة لزوايا اليوم طبعاً أول حدث رح نتكلم عنه الحلقة صارت موجودة على القناة الليها تقريباً يومين أو ثلاث اللي هي انتقال المريخ للعقرب وطبعاً فيها شرح وافي ومفصل تماماً وبنصح الجميع أنه يسمعها طبعاً الانتقال رح يكون الساعة أربعة وثلاث دقائق من صباح اليوم الخميس ورح يظل موجود المريخ في برج العقرب لغاية الساعة عشر وارباطاشر دقيقة من صباح يوم أربعة وشرين أحداش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ذرودها الساعة 9 صباحاً بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل إيجابي وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بيزيد اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والفن والميل لكل ما هو غريب ومدهش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 3 و 41 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضو في نوع من أنواع الوسواس والقلق والشك والغيرة والاكتئاب بيصيدر على البعض هاي زاوية بتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أيضا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 8 و 9 دقائق مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيج ورح يظل خلو المسار مستمر لغاية الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد 22 دقيقة من دخولنا في يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها للميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نعمل عمليات كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية البنكرياس، الهمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي الـ 12 والمستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية بالنسبة لباقي أعضاء الجسم، العمليات الجراحية ما فيه أي مشكلة ولا إجراء فحصات، كله كله ما فيه أي مشاكل بتظلها هاي الفترة برضو مناسبة لعمليات التجميل إلا أنه عشان انتقال للمريخ اليوم يعني إذا فيه شغلات جراحية تجميلية ما بنصح فيها أما حقن ومر خارجية فما فيه أي مشكلة ما زالت الأجواء أنه يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر وطرغ التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم، الساعة 21 دقيقة فجراً بصير 28 يوم، نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 60% القمر في العذراء حتى يوم 13 عشرة سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 15% المريخ زي ما حكينا موجود في الميزان وبدأ ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب لـ 24-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5-2024 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بدكت تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكت تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة العباء نظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حاذروا من التبذير ممكن اليوم تعالجوا مسائل مالية وممكن تجدوا بعض الحلول لأمور تتعلق بفواتير أو التزامات أو مطالبات المتوجبة عليكم ماليا برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم واثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات فعشان هيك اليوم بدك تنشط بكل طاقتك عشان تكسب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة اللي اهتمامات العائلية ما زالت مسيطرة بدك تهدئ من روعك وتوقف التفكير شوي ممكن تقلق بشيء حدث عائلي أو بشيء أحد أفراد العائلة أهم مش إنك ما تتحسس كثير وما تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ولا تناقش بجفاء بل بلويونة تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتكثر التنقلات وحركة التواصل بتكون قوية جدا اليوم عندكم فهي فترة ممتازة لعقد المؤتمرات أو للقيام برحلة يعني برضو أهم شيء إنك ما تكثر مطالبك اليوم وتجنب اعتماد أسلوب لاذع ابتعد عن التحديات قدر الإمكان يعني حذر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وانتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقدين قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وأيضا علاقتكم ما بينك وبين أصدقائكم ومعارفكم ممكن تحسم أمر عالق وتقرر على شيء جديد اليوم وبتفرح لانفراج أو لتسوي أو لتطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك وممكن تنهي اليوم مفاوضات لصالحك بشكل قطعي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فمنقول يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الكآبة أو الإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص فعشان هيك بتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتضة ويبحثوا عن الهدوء والسكينة ومشوها اليوم على خير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة وبتقدر اليوم إنك تطلب أو تخوض تجربة اجتماعية أو يعني تطلب طلب اجتماعي أو إنه من بعض الأشخاص اللي بتعرفهم يكونوا واسطة أو مساعدين لا إلك برضو تتاح لك الفرصة اليوم لغربلة الأوضاع أو الأشخاص عشان تعرف مين الصديق من العدو وحاول إنك تظهر انفتاح واهتمام أكبر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فحاول إنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما للبعيدة وعلاقاتكم مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة تقدر تطلب رأي الشريك قبل التمسك بأي قرار وبتنشغلوا بمسائل مالية ومسائل صحية أو عائلية هي اللي بتأثر عليكم بشكل كبير باستطاعتكم بحث موضوع قرض أو توميل أهم شيء إنه ما تهملوا التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ما بنصح اليوم يعني شوي هيك تنفعلوا أثناء التعامل مع الأحبة ضبط الأعصاب مطلوب قدر الإمكان وإذا فيك كانت توقيع عقد تجاري دقيقوا بتفاصيله حذروا برضو من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل عشان ما تستفزوا الأطراف ودك تعرف أنك أنت الحلقة الأضعف وطاقتك ضعيفة فأي استفزازات أنت الخاسر فحاول أنك ما تخالف القوانين أيضا عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه